عام عشرين تلاتة وعشرين كان عام مليء بالبطولات والإنجازات على مستوى فريق قرة الغدم تحديداً لأن العام ده الأهلي شهد فيه ست تتويجات الناس ممكن تتكلم أنهما كانوا خمس بطولات أوكي خمس بطولات ولكن كان فيه تتويج ببرونزية في كأس العالم وبالتالي أنت على منصة التتويج توقت ست مرات والتتتويج هنا مش بنتكلم بس على المستوى الفني وعلى المستوى الإداري أكيد التتويج ده كان لين عكاسات إيجابية على المستوى المالي في ظل العملة المالية العملة الصعبة وطبعاً ارتفاع سعر الدولار والصفقات والتعاقدات فبالتأكيد أنت كنت محتاج تنجح وتجيب بطولات عشان تقدر تجيب موارد مالية ومكاسب مالية لقطاع كرة القدم في عام عشرين تلاتة وعشرين أنا بعتبر هذا العام تحديداً من أنجح السنوات في تاريخ كرة القدم في النادي الأهلي على المستوى المالي وعلى المستوى الفني ليه؟ هو طبعاً من حصة حظ الأهلي أنه لقى بإثنين كاس عالم في نفس العام ومن حصة حظ الأهلي أنه تم استحداث بطولة جديدة كالدور الإفريقي في نهاية عام عشرين تلاتة وعشرين وبالتالي المداخل المالية زادت في عام عشرين تلاتة وعشرين ولكن مع دخول عام عشرين وعشرين وعشرين هل الأمر هيبقى متساوي ولا الأمر هيختلف في عشرين وعشرين ما فيش كاس عالم أندية ولكن فيه نظام جديد كاس انتر كونتيننتل طبقاً للقرعة ممكن أول مباراة ليك تكون مع بطل أوكيانوسيا ثم تلعب مع بطل آسيا أو العكس تريح الجولة الأولى وتنتظر الفائز من بطل آسيا مع بطل أوكيانوسيا دي جزئية كسبت هتروح تلعب بطل الكونكا كاف الفائز ما بينه ما بين بطل كوبا لبرتادوريس ده في شهر ديسمبر عشرين وعشرين وعشرين كسبت هتروح تلعب فينال مع بطل أوروبا بطل أوروبا اللي هيتحدد لسه في شهر ستة اللي جاي لما نعرف مين بطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الجديدة وكمان ده الأمر متعلق بالأهل لو فاز بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخة عام عشرين وعشرين في الفائز اللي هيتحدد بإذن الله في أوائل شهر ستة المقبل وبالتالي دي بطولة دولية ولكن مع البطولة الدولية عندك دوري الأبطال وعندك الدوري المصري وعندك نهائي كأس مصر العام الماضي اللي هيتحدد في شهر مارس مع نادي الزمالك وبطولة السوبر اللي لسه للتحاد المصري هيحدد لها معاد خلال الفترة اللي جاية فبالتالي ممكن تكون نسخة أو عام قريب جدا من عام عشرين تلاتة وعشرين